موسيقى انطلقت أعمال مؤتمر دعم وحماية القدس بالجامعة العربية بحضور الرئيس السيسي ورئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من الحسين وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها كما تؤكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس مؤكدا أن مصر ستدافع بكل قوة عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومن جانبه أكد الرئيس الفلسطيني تعرض الشعب الفلسطيني لكافة الأعمال العنصرية والعدائية من قبل الاحتلال الذي يقوم بهدم المدن والقرى لتغيير جوغرافيا فلسطين مشيدا بدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية كما أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين أن المملكة الأردنية ستواصل تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الأماكن المقدسة بالقدس مشددا على ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية والممنهجة ضد الشعب الفلسطيني شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته ضمن جلسة حوارية حول أهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ إن منتدى غاز شرق المتوسط والجهد الذي تم بذه مع شركات البحث والتنقيب هو العنصر الحاسم في تخفيف أثار الأزمة والطلب على الغاز أوروبا خلال المرحلة القادمة مضيفا أن الاكتشافات الجديدة ستساهم بشكل كبير في تقليل حجم الطلب الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرينية كما قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية داخل معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أبيك هايثم الغيس اهتمام مصر البالغ بصناعة الطاقة والنفط والغاز موضحا أن منتدى غاز شرق المتوسط يعكس دور مصر ريادي في أسواق الطاقة كما قال وزير البترول طارق الملة خلال كلمته أن صادرات مصر من البترول ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 18.2 مليار دولار مؤكدا أن قطاع البترول يضع التحول للطاقة النظيفة ومواجهة التغير المناخي على رأس أولويات القطاع صرحها رئيس البولندي أنجي دودا بأن تزويد بلاده أوكرينيا بمقاتلة F-16 سيكون قرارا صعب وأن الخطوات من هذا القبيل تتطلب إجماع النيتو الذي لم يبت في هذا الأمر بعد أكدت المتحدثة باسم الخارقية الروسية ماريا زخاروفا أن توقيع اتفاقيات مينيسك للتسوية في تنفاس خدعة من قبل أوكرينيا وحلفائها للمجتمع الدولي وأكدت زخاروفا أن توقيع اتفاقيات مينيسك منح نظام كييف الوقت لعادة التسلح وهذا يعني أنهم خططوا منذ البداية لخداء المجتمع الدولي أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.3 درجة مركزها مدينة كهرمان الواقعة في قلب منطقة الزلزال المدمرة وكانت قد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمرة الذي ضربت تركيا وسوريا إلى 28192 شخصا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة